اشتركوا في القناة قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ثلاث مرات وأشار إلى صدره التقوى مو بإيدك ولا بقدمك ولا بعينك ولا بأذنك التقوى في القلب وتنعكس على الجوارح قال بعض العارفين حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الضباط إذا وجدت إنسانا يتأدب مع القرآن معنات في بقلبه شيء من الخشوع إذا وجدت إنسانا يتأدب مع مكان الصلاة يتأدب مع والديه يتأدب مع كبير السن يتأدب مع صغير السن فعلا بأن الخشوع في قلبه انعكس على جوارحه رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب أن تتضع لنظر الحق إليك هذا أمر في قلبك أن ترضى عن الحكم الشرعي والقدري هذا أمر في القلب